اهلا بكم قالت القيادة المركزية الامريكية ان الحوثيين استهدفوا ناقلتين نفط خام سعودية ويونانية في البحر الاحمر واضافت في بيان ان الحوثيين هاجموا ناقلة النفط MV Blue Lagoon التي ترفع عالم باناما وتديرها اليونان والسفينة MV أمجاد التي ترفع عالم السعودية وتديرها المملكة بصاروخين بالاستيين وطائرة مسيرة وقالت ان الهجوم ادى الى اصابة السفينتين مشيرة الى ان السفينة امجاد التي تحمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط وهو ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة السونية التي استهدفها الحوثيون في البحر الاحمر من جهتها نافت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تعرض احدى سفنها لهجوم في البحر الاحمر واوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة رويترز ان السفينة امجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها اي اصابات او اضرار وانها لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه الى وجهتها القادمة واشرت الشركة الى انها ابلغت جميع السلطات المعنية على الفور وانها على اتصال مع طاقمها وتراقب الوضع عن كثاب وكانت رويترز نقلت في وقت سابق عن مصدرين والطلعين ان نقلة سعودية وسفينة نفط اخرى ترفع علم فانما تعرضت لهجوم في البحر الاحمر في السياق ذاته قالت مهمة الاتحاد الاوروبي العسكرية والقيادة المركزية الامريكية ان النيران لا تزال مشتعلة في السفينة الصونية التي سهدف الحوثيون في البحر الاحمر منذ نحو اسبوعين واضفت في بيان ان السفينة المشتعلة تهدد بامكانية وقوع كارثة بيئية كبرى بسبب الكمية الكبيرة من النفط الخام التي تحملها والمقدرة 150 الف طن اي ما يعادل قرابة مليون برميل مشيرة الى انه تجري حاليا جهود انقاذ السفينة في جنوب البحر الاحمر بمشاركة شركات خاصة وان السفينة لا تزال راسية دون ان تنجرف ولا توجد اي علامات مرئية على تسرب النفط نظم العشرات من ابناء مخافضة لحج وقفة احتجاجية امام مبنى النائب العام بمدينة عدن تنديدا باختطاف حمزة ياسر العزيبي نجل زعيم قبيلة العزيبة ورفع المحتجون شعارات تطالب النائب العام بسرعة اطلاق سراح حمزة العزيبي الذي اعتقل من قبل قوات المجلس الانتقالي في عدن بدون اي مبررات قانونية اضافة لمنع زيارته او التواصل معه منذ اكثر من عشرة ايام وناشد والد المختطف النائب العام سرعة اطلاق نجله مشيرا الى ان اختطاف المواطنين من الشوارع والزج بهم في السجون السرية امر مرفوض وتصرف غير مسؤول من قبل الاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة اعلنت ميليشيا الحوث اتفاع حصيلة ضحايا السيول بمحافظة الحديدة غرب اليمن الى 95 شخصا منذ بداية اغسطس الماضي وقال بيان صادر عن لجنة الطوارئ بالمحافظة ان 11 شخصا توفو خلال الايام الثلاثة الماضية بحوادث غرق وتهدم منازل وصواعق جراء الامطار الغزيرة التي شهدها عدد من المديريات في الحديدة واضاف البيان ان حصيلة الضحايا ارتفعت جراء ذلك الى 95 حالة وفاة و34 اصابة وكانت سيول الامطار والانهيارات قد تسببت في وفاة واصابة وفقدان اكثر من 300 شخص في خمس محافظات خلال شهر اغسطس الماضي نهاية الموجاز الى اللقاء